كتير بحب الحياة بكل معلمة بالليل وبالنهار ربنا هو اللي بيكتب أنا كنت أول متواجد كا... يعني مش أول ما صار الحادث وصلت على مطرح الحادث كانت الإصعاف عم تبلش تيمشي ما يخذ البنت اللي كنت مع جورج وهو بعده على الأم بالسيار ما فيه ولا إصعاف تاني غير اللي فلت ولا أي مصعب على الأرض كان فيه أربع شباب اللي هن داولة هونيك بيشتغلوا على المصنع هن مخابرات جيش وعمل عام وإلى آخرين من الشباب اللي هونيك يعني الله واجه لهم الخير بضرب لهم التحية على الأداء للإنسان اللي كانوا عمالة يعني عملوا اللي الله قدرهم عليه بس إنه بالنهاية مش شغلتهم لا إصعاف ولا إنقذ جريح من سيارة على الأم على الأفتكات وصلوا تكنوا الشباب عمالة إنه يأخذوا ويعطوا بهم بعض إنه والأول للتاني طب فلت الإصعاف وإحنا شو قادرين نعمل هون والشاب على الأم بالسيارة رد التاني عليه بيقول إنه المصعف قال إنه ميت أخذ البنات كرمال إنه هو على الأن وفقد وقال ميت وفقد بنازلت بوصلت أنا الشاب الثالث منه اللي هدول الأربع بقول إنه كيف إنه حكم بهالسرعة إنه جورج مية ونحن كيف إنه نجزم كيف إنه نأكد هذه الحاجة فقلت له إنه أنا مصعف بوصلت اللي عنده وسلمت عليها قلت له إنه أنا مصعف إذا بتعطوني الصلاحية لقرب وشوف شو الوضع وما بيحمل أي مسئولي وكون إنه مارئ مارئ الطريق لأنه بمهمة إصعافية ولا دغري رد الشاب البلعام للعام قال لي دخيلك قرب بس شف لنا يا زميد ولا عايش قربت أنا شفت له نبضوا بعضه نبضوا خفيف من وقت للتاني خلال هيدول التلت ساعة تقريبا لحدات ما رجعت إصعاف هن هي زيت السيارة وهن زيتهم الأشخاص اللي أخذوا البنت أول مرة هن زيتهم رجعوا خلال هيدول التلت ساعة كانت أنا عمال عم راقبوا من وقت للتاني كل دقتان ثلاثة عم راقبوا النبض عم تختلف سرعة النبض مرات عم تسرع مرات عم بتخاف بس هيدق أنا أكيد بحكم صار في باتر بإجروا إجروا كانت العظم مكسور وعالقاني باك بشعفتين لحم وعالقاني بالحديد اللي تحت الدركسيون وما كان فيها النزيف الحاد اللي بيستدعي كجسم إنه والله نتيجة نزيف حاد من هيدا الجرح اللي بيجروا إنه بيستدعي إنه يفقت حياته نتيجة نقص الدم بجسمه كان في عنده برود بإيده بس جسمه كان بعضه دافع عادي هلأ نتيجة يمكن كان ماخد ألكول أو شيء بحفلة أو هيك ما بيصير فيك بعض الأحيان ومبرود بالأطراف ما قالولي شوف شوف فيك تعمل لتلو ما فيه يعمل شيء لأنه أول شيء لازم ينعمل فيك حالة لازم ينحط له أكسجين لنحافظ عن نبض بتالي ما نفقد النبض فبعد تلت ساعة يعني تقريباً بهذا الوقت اللي كنا نعطرين الإصعاف فيه بتوصل نفس الإصعاف لأخرة البند ونفس الأشخاص اللي كانوا المصعفين اللي كانوا بالإصعاف ينزلوا بقلنا المصعف إنه من قال لكم إنه بعده عايش ردوا عليه الشباب قالوا له الشاب هون مسعف وعم بقول بعده عايش هو ذاته المصعف؟ هو ذات قلت له حاضرت لك كيف حكمت إنه ميت بتاع تفضل شوف نبضه فقط نبضه يمكن يعني ممكن ما ما حسش بالنبض أصلاً أو ما ما عرفش يخده نبضه أو قال لي خفيف أو يعني خلص هو مسرق له ميت وحتى المطرح تاني لما كان يمكن لما رجع قوي نبض وطلق كله بقتان ثلاثة كان عم يقوى ويخاف يقوى ويخاف طبيعي طبيعي بأي حادث هك إنه النبض يقوي ويخاف خاصة لما يكون غايب عن الوعي حتى لما كان بالوقت اللي قوي فيه النبض قلت له تعشف وإيجا وشاف قلت له تبر حالك محله وليش هيك عم تتصرف فما التمست منه إلا استلكاش وإهمال وقلت مسئولية دغري وصلت لعدة وبلشنا قصب الحديد عم نساعده عم نشد بجناب السيارة أنا والشباب وهو عم بقص لحتالي نحرر قدر الإمكان إنه إجرى العلان ووصل لمرحلة ما عاش في شي يقص الحديد اللي بيقدر يقص الحديد العلان بيجروا يعني كله مشاربكة ببعد وتحت البنك وتحت الدركيسيون قلت له شو يعني وشو الحال قل لي ملاك حالته حالي ما خلص ما قلت له ميت ميت قلت له شو يعني يعني بتترك لك نبضوا بعضهم يعني بتترك ويموت كرمان إجروا على الآن قلت له رجع البنك قال ما بيرجعش ما في نائش نوصل لا المطرح هادي الحديد اللي تحت البنك بترك ميل قال لي ما بيروصله حكم الحديد الذي فات من المطاعد قلت له 다양:" شو الحال؟ اجروا بأنه قص له قلت له قص له اجروا يعني ما في حال تاني يا بترجع البنك يا بتقص له إجروا كيف بدققققه إجروا? قلت له اه يعني ما بتقص الله إجروا bemste بتترك ويموت كرمان ما بتقصه إجروا اي اهم حياته او اجره ع الوصلي انا كنت قيل له يجيب الاكسجان قبل ما نعمل اي اشي قال لي ما بي نسحب السيارة ما جوب بالاسعاف طاق ما في طاق انا بيعرف بيقي مع البنت اللي ماتت السيارة مش مجهزة او فيها تجهيزات بس انه جاين مسلا على حد السار يعني شو جاين تعملوا اذا ما معاكم العد وقبل العد شو جاين تعملوا اذا ما معاكم الخبرة الكافية طب وين الحمال اللي اللي بتمسكم ان كل الاطراف لحت تاني نشيله متل ما هو بحكم انه والله كان فيك شي قصر بسنس الظهر وبدلاعه كرمال ما يتقذب مطارح تاني بتقدي لشلل و الاخره ما في معهم غير الحمال العادية عطقا بقلب السيارة طلعوا بقلب السيارة قالوا عطوا بطريقة من ظهر ومن ورا وكونوا ما في طوء كمان تركت تراسوا هون بطريقة انه ضلوا نفسوا محرر على كتفة وقلت للشباب واحد منه انه مسيكني بظاهر ويسحب دي من ورا انه ما فيش تحكم اسحب وانا مش قاعد منيح وفيه غراض كتير بالسيارة وقلت لهود اللي هو هيدا تابع الاسعاف واللي معهم انه ارفعوا له جراك المال قدر اسحبه بسهولة لما ساكونوا بجراه وسا رشدوا فيهم لبرا يعني ساحبوه من جراك يعني وقفوا لو مرا احيان شو عم تعمل ومش هاك انسي بهيدا اللحظة هو عالحمالة كان بعد فيه نبض هو عالحمالة كان بعد فيه نبض حتى نحن عم نحطه بالاسعاف كان بعد فيه نبض لله لحقوا بالاكسجان شو ناطرة تحط الاكسجان كان بعد عمالة ربط الحمالة بقلبه الاسعاف مشت الاسعاف وسكر الباب يعني حتى الاكسجان او الانينة او الشيل لازم يحطوله اياه على تمه منخاره ما شفتونش موسيقى بيقوله انه قضعت شخص يموت بيدال فيه شاي نبض بيقوله انه بتحس بشي بس هو ما بيكون نبض يعني لايك ممكن مثلا لما دماغي يموت لما دماغي يوقف ممكن بعد ثلاث دقائق او بعد خمس دقائق خلاص نقطع الامل ففيهيدا الحالة ما بيستمر القلب اكتر من هيك من النبض يعني اليوم فيها نقول انه الاهمال هو اللي قدى لموت مش مجرد اهمال اهمال وعدم مسئولية وعدم تحمل مسئولية بدي يضل رد علي فيك تقوليلو حتقوليلو قولولو يا حبيبي قلبي ماتي والبعض سبب جنود